أحد زملاء الأعزاء وراء الكاميرا مصطفى اسمه مصطفى زميلي العزيز بيقول لي إحنا لنا فيه كرة كان ممكن يترد فيها حارس المرمى اللي صدها من بره وكلام من ده آه طبعا كرة مؤثرة بس مش الأهل اللي يعطي على التحكيم خالص إحنا كناش موفقين فخلص التحكيم لما يكون فيه خطأ فج كبير قوي أثر على ضرب الجزاء مثلا هدف أفصايد دخل فينا الكلام من ده يعني فساعتها نتكلم على التحكيم لكن إمبارح آه فيه أخطأ تحكيمية الفور لازم يكون موجود طبعا بصراحة مش عارف ليه مش موجود في دور المجمعات لكن حنتخطى المرحلة دي خلاص يعني مش هنتكلم فيها فبالتالي خلينا نفكر في اللي جاي إيه اللي جاي بقى هقول لكم بعض الأخبار تتعلق بالفريق النهاردة موسمان يجتمع مع اللعابين وده في إطار اللي جاي بقى واتكلم معهم في بعض النقاط المهمة زي ما انتم كده شايفين في اللقطات الخاصة بيه مران الأهلي اليوم اللي كان الصبح نكلم مع أن خلاص يا جماعة لازم نقفل الصفحة بتاعة ماتش سونداونز احنا نركز في الماتش اللي جاي في الجولة التالتة بالنسبة لنا احنا يعني في البطولة أو المباراة التالتينة وهي مباراة المريخ لازم نتدرك بعض السلبيات اللي حصلت في الماتش ونركز في المرحلة المجبلة خاصة أن المنافسة المحلية والإفريقية أو المنافسات المحلية والإفريقية متتالية وبشكل طبعا مضغوط زي ما احنا عارفين فمطلوب جدا التركيز وبصرح الله يكون فهوان الجزء فاني اللاعبين أن انت تدرس يعني كل فريحة تقابله في فترة زمنية وليلة يومين بس تقابله كل مباراة فده لوحده تشتت زهني فمحتاج تركيز قوي وهي دي قدرات لعابة الأهلي يقدروا يتعاملوا مع الأمور الزي دي تدريبات كمان استشفائية اللاعبين المشاركين في مباراة سانداونس طبعا الناس اللي شاركوا بشكل أساسي كان لهم تدريبات استشفائية تجنبا للإجهاد وكان عندهم بعض التدريبات البدنية في الصالة الجيم تدريبات بدنية خفيفة يعني في المقابل زي ما احنا عارفين دايما بيبقى تدريبات بدنية قوية للعابين اللي مشاركوش في المباراة امبارح عشان يكونوا جاهزين في حالة الحاجة إليهم في أي فترة من الفترات المقبلة وده الأمر اللي احنا عارفينه فبالتالي كان فيه تدريبات بدنية للعابين دوري من ضمن الأخبار الكويسة والمهمة شوية إن أيمن أشرف بدأ الجاري حول الملعب وإحنا عارفين أيمن كان عنده بعض الألام في الرجبة بالتالي بعدته عن المطش ده ومطش اللي فات بتاع المقصة في الدوري فبالتالي أيمن أشرف من الوارد إنه هو يلحق مباراة المريخ مش مطش فرقه مطش المريخ ممكن يكون موجود حتى لو مش موجود أيمن إحنا عندنا خطة فعال مميز حتى لو خسرنا مبارح بالمناسبة لكن اللعبة بقدرات عالية جدا وسقاطنا فيهم كبيرة ومش هتتهز إطلاقا فأيمن أشرف يعني زي ما حراركم كده عارفين عمل بعض التدريبات التأهلية بالجاري حول الملعب وبعض التدريبات البدنية في الجيم طب خلينا نطمن بشكل أكبر على الفرقة كده والحالة المعنوية للفريق أكيد طبعا زعلينيهم كل حاجة بس إزاي بيتم تأهلهم للجاي نفسيا وزهنيا عشان اللي جاي هو الأهم